السلام عليكم هذه الحلقة الرابعة في مناقشة الكتاب الجديد لدوكنز مع الدكتور سامي عامري والدكتور سامي عامري المشرف على مؤسسة مبادرة البحث العلمي في مقارنة الأديان والمعروف بسلسلة الإلحاد في الميزان وصاحب المؤلفات المشهورة دكتور ناقشنا في الحلقات السابقة الموضوعات الفكرية لكن دايما يقولون لنا أنت يا جماعة رايحين في التنظير ومعلين السقف انزل يا حبيبي للشرائح الاجتماعية موضوع الأخلاق والسلوك العام هي التي يرصدها الإنسان العادي ومنتشر بين جميع البشر فما أهمية الأخلاق في فلسفة وأطروحات دوكنز العامة من خلال كتابه أيضا نعم كتابه Out Ground God هو استمرار لبقية أطروحات هو تلخيص لهذه أطروحات في عامة أطروحات دوكنز العنصر الأخلاقي له حضور واضح يعني دوكنز أساسا هو في الحقيقة يعرف في عامة كتاباته بقدرته على تبسيط العلوم وله جوائز كبيرة حصل عليها في هذا الباب ودرس أصلا تبسيط العلوم في الجامعة أمانة دكتور هو صاحب كريزمة حتى في الحديث نعم هو صاحب أسطوب ساخر وحتى في كتاباته قادر على تبسيط المعاني المعقدة في البايولوجيا ويدخل القصص كثيرا وحتى في كتابه له جاذبية بعيدا عن إشكالات الفلسفية لكن حنا كلامنا عن العمق والصواب والخطأ والفلسفة والقواعد نعم هذا التحدي هذا هو الجانب الذي يعنينا دوكنز هو بالأساس يعني مبسط علوم وهو مبدع في ذلك لكنه أيضا يتناول القضية الأخلاقية باعتبار القضية الأخلاقية قضية تمس الإنسان في ذاته يعني عندما تحدث الإنسان في قضاء فيزياء بايولوجيا بهذا التجريد العلمي الجاف قد لا يهتم بها لك عندما تحدثه عن الحسن والقبح الخير والشر فهي مسألة تمس الجميع هذا الجانب في الحقيقة هو حاضر عنده مجموعة رموز الإلحاد الجديد حاضر عنده دانيل دانت عنده سام هارس عنده هيتشنز هينسن عنده كتاب اسمه God is not great How religion poisons everything الإله أو الله ليس كبير لماذا الدين يسمم كل شيء طبعا هو ربما أخذ العنوان من عبارتنا الإسلامية الله هو أكبر هذا الكتاب وبقية الكتب لا تخلو في الحقيقة من العنصر الأخلاق حتى واحد مثل مثلا كراوس لورنس كراوس واحد من رموز الإلحاد الجديد وإن لم يكن من الفرسان الأربعة لكنه ربع يعني له صيط وله حضور إعلامي وفكري داخل هذا الطيار أيضا رغم تركيزه الأساسي على جانب الفيزياء باعتبار هذا التخصص لكراوس إلا أن العنصر الأخلاقي يكون له حضور في خطابه فالعنصر الأخلاقي حاضر في أدبيات رموز الإلحاد الجديد وحاضر أيضا بقوة في كتابات ريشارد داكز عامة طيب دكتور سامي بالنسبة لكتابه الجديد كيف كان موقع الأخلاق في هذا الكتاب؟ الكتاب الجديد ليس استثناء في أطروحات داكز لأنه في الحقيقة حاول أن يلخص أهم الكتب الجدلية بالذات في مسائل الإلحاد يعني داكز عنده كتابات يغلب عليها الجانب مثل صانع الساعات الأعمى يغلب عليها الجانب العلمي هذا كتاب يلخص أطروحة في مجملها لأنه بالذات موجه إلى صغار السن والشباب الذي يريد أن يبدأ في القراءة عن الإلحاد هذا كتاب لم يكن إذن استثناء كان فيه حضور واسع لجانب العلمي وكان هناك حضور واسع ومباشر للقضية الأخلاقية نقشه تقريبا في ثلاث فصول فصل تحدث فيه وهو الفصل المحبب دائما عنده عن المشكلة الأخلاقية في الكتاب المقدس النصراني بايبول يتحدث عن صور الإله بالذات في الكتاب المقدس نقشه الآن ترح سؤالين آخرين أساسيين في قضية المسألة الأخلاقية عند داكز أنا عندما قرأت هذين سؤالين ربما تقول صدمت يعنيني عجبت من جرأة داكز أن يتناول هذين السؤالين لأنهما عقلة الإلحاد من مشكلة الإلحاد الكبرى يعني دخل نفسه بأزمة دخل نفسه بأزمة بصورة كبيرة جدا السؤال ماهما السؤال الأول هو هل نحتاج الله لنكون جيدين يعني علاقة الإيمان بالله بأن نكون جيدين بدأت علاقة الدين حاجتنا إلى الدين يكون هناك إنسان طيب السؤال الثاني كيف نحدد ما هو جيد كيف نحدد ما هو خير وشر هذا السؤال طبعا عميق جدا طيب دكتور خلينا نبدأ بالسؤال الثاني لأنه أقرب للناس كيف يميز الملحد بين الخير والشر إن كان لا يؤمن بالمطلقات ولا بالإله ولا بالثوابت قد تعجب أن هذا السؤال الصريح والهام والمركزي في الطرح الإلحادي دوكنز قد وقع فيه في ورطة كبيرة عندما أرد جواه دوكنز كان له لقاء مع يوتيوبر مشهور شاب هو يوتيوبر ملحد مشهور جدا اسمه كاسمك سكيبتك وهذا كانت له مناظرة من فترة قصيرة مع بعض الدعاة المسلمين في بريطانيا وكان يقدم له بعض الأسئلة يعني ربما يطلح أي إنسان وكان حقيقة كان لقاء ربما تكون فضيحة لدوكنز لم يحسن الجواب رغم أن اللقاء كان عن كتابه والفيديو موجود على الشبكة سأله سؤال مباشر قال له كيف نحدد ما هو حسن وما هو قبيح ما هو خير ما هو شر أجابه دوكنز بقوله هذا سؤال صعب تب أنت عندك طرح إلحادي واسع جدا طرحك الإلحادي يتعلق بالخير والشر والجمال وكل شيء وحقوق المرأة وحقوق الرجل والبيئة والحيوان يعني هو طرح كلي يتناول جزئة كثيرة وأصول ومسائل ويحجز في مسئلة مركزية قال له هذا سؤال صعب الأعجب من ذلك أنه في هذا اللقاء قال له أن سام هارس صاحب كتاب The Moral Landscape سام هارس من أحد طبعا رموز الفرسان الأربع للإلحادي الجديد دوكنز اعترض على طرح سام هارس لا أدري لماذا يعني بدأ بعرض رأيه في كلام هارس سام هارس يقول بإمكاننا علميا أن نحدد الخير والشر بأن نقول أن الأمر الذي يحقق الرفاه The Well Being الرفاه للإنسان هذا أمر جيد والأمر الذي لا يحقق الرفاه أمر غير جيد هذا الرأي في الحقيقة خالفه عامة رموز الإلحاد الجديد وعامة رموز الإلحاد العاملين اليوم مثلا شيين كارل هذا أمر انتكرته بتفصيل في كتاب برهي مجد الله شيين كارل فيزيائي وبحقيقة هو من طبقة نخبوية في رأيي في ملاحظة الغرب لأنه رجل دارس وباحث رغم أنه فيزيائي لكن معرفته بالفلسفة جيدة اعترض على سام هارس اعتراض كبير وكتب فيه كلام نقدي يعني كشفتها فتتطرح طبعا من أهم الإشكالات هنا أن نقول الخير هو ما يحقق الرفاه والشر ما لا يحقق الرفاه بهذا المعنى التبسيتي ما معنى الرفاه ومن يحدد أن هذا الرفاه وماذا إذا كان هذا الرفاه يصطدم مع متعة الآخرين وراحتهم وعدالتهم نعم يعني هتلر كان يعتقد رفاه بقتل بقية الأمم لتحقيق الرفاه للشعب الألماني للجنس الآري هنا مشكلة أساسية لذلك عامة الملاحدة وقفوا بصورة مباشرة تتاح سام هارس العجيب في الأمر هنا أنه بعدما استمر معه في الحديث فقال له طيب ما الذي يحدد الخير من الشر من الذي يقول لمن الشاب يسأل داكنز يقول ما الذي يحدد الخير من الشر فداكنز قال له يبدو أن البداها يعني نأخذها بالبداها طيب يا داكنز أنا عندي سؤال أنت تقول أن الإنسان هو أثر للعشوائية العمياء انتقل من الخلية الأولى منذ أربع بليون سنة إلى اليوم عن طريق أخطاء في نسخ الـ DNA حتى وصل إلى اليوم كائن نشأ عن طريق عملية خطأ نسخي هنا هنا نجحة أخطاء كيف نثق في بداهته هذه مشكلة أساسية مشكلة كبرى جدا الآن عندك أين المشكلة أخرى عندما حصره هذا الشاب وقال له طيب ما هو المعيار يعني قضية الألم وقضية المعاناة وفي كتابه قال قال أنه حتى قضية المعاناة كمعيار لخل وشر ما نستطيع نذها معيار قال له الشاب طيب عندك طيب أنا سأقول لك شيء قضية أنه الشذود الجنسي هذا الشذود هو خروج عن أصل آلية تطور لأنه داكس يقول أن الرغبة الجنسية في الإنسان نشأت بسبب بسبب رغبته في التكاثر لتحقيق البقاء لأنه عنده كتاب مشهور اسمه الجن الأناني سلف الجين أن الأنانية الإنسان ليستمر نسله سواء كفرد أو كجماعة هو الأمر الذي يحرك يعني يعني حرك عمل الإنسان وقيمه فقال له قضية الشذود الجنسي الآن هي تسير ضد عملية تتطور لأن هؤلاء لن يكون لهم نسل فقال له طبعا هذا أمر مشكل لكن طيب قاله يعني هل بإمكاننا أن نديني الاقتصاب قالوا نعم بإمكاننا أن نديني الاقتصاب بسبب أنه مؤذي لكن أمر الثاني غير مؤذي لكن عندك هنا أشكال أنه في ناس تعتقد أنه قضية الأذى عامة قضية يعني ليست معيار الساديين وناقشوا قضية الساديين ويجعلوها نسبية دكتور نعم الساديون يعتقدون أن الأذى ليس معيارا يعني إذا كان الأمر مؤذي قد يكون محبب فاعترف داكنز مرة أخرى أنه لا يملك حجة ضد الساديين في الآخر داكنز لحظة الغريب الأمر عاد إلى معيار سمهارس أن ما حقق الرفاه هو الخير وما لم يحققه هو الشر أنت في بداية حديثك أنكرت على سمهارس وفي ختامه تبنيت رأيها طيب هذه قضية مركزية يا داكنز في أطروحتك لم تضبطها إلى اليوم سبب ذلك أنه إذا خرجنا عن أمر العودة إلى الدين وأمر الفطرة سيقع المرء ضرورة في التناقض طرح داكنز الأخلاقي كله متناقضات بالإضافة إلى أنه طرح غير برهاني ليس عنده برهان طيب أنت يا داكنز الفكرة المركزية في مخاصمتك للدين هي قولك كل ما عليه برهان فهو حق ووجوده ثابت إذا تعتبر البرهان هو المعيار الوحيد وحدد نوع البرهان نعم والبرهان التجريبي علموي نعم لكن هنا لا عنده برهان تجريبي ولا عنده أي برهان هو يقر صراحة أنه لا يملك برهانا على ذلك الدكتور سامي بالنسبة لما طرحه داكنز الآن كيف يميز بين الخير والشر لكن الأعمق ولا يخفاك كلمة علي عزة بيكوفيتش في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب في الفصل الرابع عندما قال يوجد ملحدون على أخلاق لكن لا يوجد إلحاد أخلاقي طيب كيف يؤسس قضية الأخلاق هذا التحدي نعم هذا هو التحدي وهذه المشكلة الكبرى مع داكنز بمعنى داكنز يقول نحن نهتدي إلى الخير والشر بسبب أنه برمجنا تطورين على ذلك ونحن لا نختلف عنه بصورة كبيرة بالمناسبة نحن نقول بالفطرة يعني نحن نقول الإهتداء الأخلاقي إلى الخير والشر مركوز أساسا في الفطرة وهو يقول هو مركوز أساسا في البرمجة الجينية والنفسية للإنسان وعنده البرمجة الجينية النفسية للإنسان حتمية نعم حتمية يا راح نعم نعم تقود هو إنسان جبري في تكوينه يعني هو يتوجه ضرورة إلى هذا الاتجاه الأخلاقي باعتبار حاجة تحقيق البقاء تحت أطروحته الجين الأناني هذا اهتداء إلى الخير والشر هو انتهى إلى من تهينا إليه وإن كان قد خلافنا في العنوان لكنه لم يحدد مع ذلك المعيار كما قلنا سابقا الآن المشكلة الأساسية الكبرى أيوه ليست هي في أن تعرف الخير من الشر أن تميز بينهما وإنما أن تؤسس للخير والشر بمعنى الآن عندما يقول بيكوفيتش أنه من الممكن أن يكون هناك ملحد أخلاقي لكن لا يمكن أن يكون هناك إلحاد أخلاقي الملحد الأخلاقي في دمن تصورنا نحن من الممكن أن يكون هناك ملحد طيب يتبرع يطعم المسكين هو يتصرف بما نسميه نحن فطرة ويتصرف بما يسميه داكنز البرمجة الجينية تطورية الإشكال الأساسي هو كيف الحديث كيداكنز هو في وصف ما هو كائن في وصف تعامل الإنسان أخلاقيا مع أشياء العالم سؤالي ليس هذا في الحقيقة سؤالي هو في ما يتعلق بما يجب أن يكون في الواجب الأخلاقي في الأساس الأنطولوجي كما يسمى للأخلاق ما الذي يؤسس لهذا الأخلاق بمعنى الكون في التصور الإلحدي ما هو الكون في التصور الإلحدي في الرؤية الإلحدي هو مادة طاقة حركة عابثة هذا هو الكون لا يوجد شيء متجاوز لهذا الأرض الآن في هذه الصورة الكونية في هذا الإطار الكوني كيف بإمكانك أن تجد الخير والشر هنا المعضلة العجيب والغريب في هذا الأمر أن دوكنز قد طرح في كتابه Outground God صراحة هذا السؤال وقال من أسئلة المؤمنين قولهم ما هو الأساس الذي تبنى عليه الأخلاق في هذا الوجود أساسنا نحن الإيمان بالله وبكرامة الإنسان وبفطرية هذا الاتجاه الأخلاقي فالتصور الحدي مادة طاقة حركة عابثة كيف نؤسس هذا الأمر طرح السؤال ثم عرض محاورة متخيلة بين اثنين وعرض سؤال يقول طيب ما هو أساس الأخلاقي عند الملاحدة وأجاب في الشخص الثاني في هذا المحاورة بأننا لا نعرف الجواب أو لا نملك الجواب ثم بعد ذلك في الصفحة الموالية المباشرة قال أنا أتبنى كما رحظتم يقول أتبنى رؤية من قال إننا لا نملك جوابا لسؤال أساس الأخلاق إذن أصل الموضوع اليوم معلق في الفضاء دكتور سامي كأن في هذا الطرح أن الجماعة ليس عندهم خير وشر حقيقي نعم فالحقيقة كما قلت يعني إذا قلنا بالتصور الكوني نحن حديثنا الآن فقط ضمن التصور الإلحدي الرؤية الكونية الإلحادية بمفرداتها وأصولها إذا قلنا بالرؤية الإلحادية الكون مادة وطاقة وحركة عابثة يلزم من ذلك ضرورة أنه لا يوجد خير ولا شر الظريف الأمر هنا أن هذه هي عين عبارة داكنز في كتابه نهر من عدن يقول صراحة إن الكون الإلحدي هو يطابق كوننا كوننا هذا ليس فيه خير ولا شر ولا حق ولا باطل فهذا اعتراف داكنز الصريح في كتابه هذا يقول عبارة حقيقة مزعجة جدا كتابه عبارة حقيقة مزعجة لو تفكر فيها الإنسان سيجد حجم من الأذى فيها يقول يفسر الأخلاق الجميلة عند الإنسان الطيبة على الإنسان الإثارة عند الإنسان كل شيء جميل في الإنسان يقول هو نتاج الضغط التطوري وأثر المجتمع يعني هو نسف مفهوم الإنسان حتى الجانب الجميل الجانب المشرق في الإنسان أظلم في الرؤية الإلحادية تحولا إلى عملية ميكانيكية واقعة تعتى ضغط المحرك التطوري الإنسان في المنظومة الإلحادية حقيقة لا يملك أن يكون خيرا ولا شريرا لأنه دكتور جزء لا يتجزع عن الطبيعة هو صورة من صورة الطبيعة الماثلة أمامنا نعم الإنسان في التصور الإلحادية هو جزء من الطبيعة جزء من الطبيعة بأنه لا يملك حرية إرادة الإنسان إذا لم يكن يملك حرية إرادة لا يمكن أن يفعل الخير والشر هو أسير هذه الحوافز الكيميائية والفيزيائية إذا كان الإنسان كما يقول داكنز في كتابه نهر من عدن يقول بعبارة واضحة إن الـ DNA الحمض النووي الصبغي لا يبالي ولا يكتلث ولا يهتم نحن نرقص على موسيقى الـ DNA نحن نتحرك جبريا تحت هذا الأمر أمر الآخر أنه في التصور الإلحادي في التصور الإلحادي لا يوجد إمكان أن تفعل الخير والشر إذا أردت أن تفعل الخير والشر تحتاج إلى رؤية كونية أخرى تقبل الخير والشر ضمن الرؤية الإلحادية أنت تتحرك في حركة عشوائية أنت تنتقل من مكان إلى مكان أنت تلامس كائن آخر يعني مثلا عندما نقول إن الأسد قد افترس الغزال هل هذا حكم أخلاقي؟ هذا وصف اللي واقع وصف اللي واقع بذلك نحن بالتصور الإلحادي مجرد كائنات بهيمية انتقلنا من طور القرد الجنوبي إلى طور الهومو هابلس إلى طور الهومو إراكتس إلى طور الإنسان ما يسمى بالإنسان العاقل هذا الإنسان في حقيقته كائن بهيمي يتصرف ضمن الرؤية الإلحادية طلبا لتحقيق البقاء فما يقال في الإنسان هو عينه ما يقال في الأسد لا توجد مفاهيم الخير والشر نحن آلات نتحرك بالدافع الفيزيائي وبالدافع الغابي نحن كائنات غابية في حقيقتها اضطرت في آخر فترة إلى أن تتطور ضمن حاجات تحقيق البقاء فتسكد المدن والعمارات وغير ذلك بدليل دكتور أنهم يرون الاختلاف بين الكائنات الحيوانية عند الإنسان أن الإنسان متقدم عليها لا بالنوع إنما بالدرجة نعم هو في الحقيقة تقدم كمي وليس تقدم كيفي هو يعني تقدم في الحوض الجيني لكن يبقى الجميع يتحرك بحافز تحقيق البقاء وما أشرت إليه دكتور أنه بالفعل هو يؤكد الجبرية وإلغاء الإرادة جينيا يستكمل مسيرة تيلسوف الشك الأكبر ديفيد هيوم الذي يلغي الإرادة فلسفيا واجتماعيا دكتور سامي داوكنز محروف يعني بإدانته للأخلاق الدينية وهو مسرف في ذلك وأيضا تطرق ذلك في كتابه الجديد ودائما يتكلم عن الوصايا العشرة في الكتاب المقدس المقدس يتكلم عن الأخلاقيات الإسلامية طيب كيف تصالح مع ذلك هذا السؤال مشروع وسؤال واجب أن يطرحه الإنسان عندما يقرأ كتابة داوكنز والعجيب أنه بعدما ينتهي من القراءة يكتشف حجم التناقض في طرحة درجة هو يقول صراحة كما قلت سابقة إنه في المنظومة الإلحادية لا يوجد خير ولا شر غير أنه يقيم عامة طرحه في نقد الأديان أساسا على طرح الإلحادية يعني في كتابه دي غادلوجين وهم الإله تحدث عن الوصايا العشر في كتابه هذا رغم أنه ما كان يلد أن يكررن نفسه تحدث أيضا عن الوصايا العشر فيأتي مثلا فيقول لا تقتل فيمدح ذلك يقول هذه وصية جميلة في هذه الأقضايا أخرى فيضمها عندما يتحدث أيضا في وصف إله الطورات تركيزه الأساسي في الأوصافة الأخلاقية لإله الطورات وهو عبارة مشهورة جدا وعنيفة في وصف إله الطورات على أنه ضد المرأة ضد الإنسان ضد الشباب ضد أطفال وكذا فجانب الطرح الأخلاقي في كتبه جانب مركزي كيف تصالحه مع إلغاء ما يسمى بالأخلاق الموضوعية objective morality كيف تصالحه مع إلغائها ثم استدعائها في مخالفة الأديان والثناء عليها نعم الثناء بل أغرب من ذلك هو عندما ذم الوصايا العشر أنشأ وصايا عشر أخرى يعني هو متدين أخلاقي أكثر من البقية المتدينين غير أنه يفعل ذلك بعد ما حدث الأساس الأنتولوجي لإقامة الأخلاق في كون مادي صرف لا توجد أخلاق الموضوعية objective morality توجد إيه؟ في آخر الأمر أقصى ما نقول توجد أخلاق ذاتية subjective morality ذوقية ما هو الفرق بين الذوقي والموضوعي الفرق الأساسي أنك عندما تعتقد بوجود أخلاق موضوعية أي ملزمة لنا جميعا أنا بإمكاني أن أدين من خالف هذه الأخلاق لكن الذوقية كل إنسان على ذوقه وعلى هواه عندية صارت عندية أخلاقية لكن طبعا الحجم الإشكال كبير جدا طبعا يضر الإشكال عندما يتحدث عن الإسلام يعني مثلا في رقائه الأخير مع مايكل شيرم هذا رجل من أشر ملاحدة في أمريكا وإن كان طبعا فيه إشكال هو مرة يسمي نفسه ملحد مرة يسمي نفسه لا أدري كل مرة يختلع عن توصيف لحاله كان يتحدث ثاني عن تعدد الزوجات وكان يسخران من هذا الأمر بصورة كبيرة وذاتهما في الحقيقة كان يتحدث ثاني عن المورمن أساسا فسخرين من تعدد الزوجات وانا أضع أمره قبيحة وغير ذلك وتيب يا جماعة على أي أساس أنكرتم تعدد الزوجات ما عندكم أساس أنتولوجي للإنكار أو المدح ثانيا أنتم تمدحون وتدافعون بشراسة عن الشذوذ الجنسي بين الرسائي وبين الرجال وحتى ربما يعني عندما سئل وبالمحارم عندما ناظر حمزة زورس لونس كراوس قاله عن زنان المحارم فقال له أني أنا لا أمين إليه لكنني لا أملك أن أدينه وضجت القاعة نعم والأمر كان صادم لنعم لأنه أمر صادم للنفسية البشرية السوية بالفعل فهو أمر دوقي بحث الآن عندما هو يدين تعدد الزوجات نريد أساسا أخلاقيا لذلك لا يوجد أساس بل الغريف الأمر أنه لو التزم مذهبه التطوري ورؤيته الداروينية لكان عليه أن يمدح تعدد الزوجات لا أريد أن نغذب المشاهدين بذلك الأخوات لا هو إلزام عقلي لماذا؟ لأنه عندما تحدث في أمر الداروينية والجين الأناني قال إن الذي يحرك الإنسان هو دافع تحقيق البقاء من خلال نفسه أو قبيلته أو نسله وذكر أن الرجل الذي تكون عنده خليلات أكثر هو الأقدر على تحقيق البقاء فضمن الرؤية التطورية الداروينية البحثة التي تختار في انتخابها الطبيعي من يحقق البقاء يكون تعدد الزوجات ممدوح وليس مذموح منسجم مع النظرية بالضبط منسجم تماما مع النظرية دكتور كما أنه نظرية داروين منسجمة مع نفسها من خلال معطياتها في أن الذكر أرقى من الأنثى وأقوى نعم هو طبعا داروين معروف جدا في حديثه في قضية النساء له موقف سيء جدا من النساء وله موقف سيء جدا أيضا من السود ولذلك لاحظ داكز هنا عندما تحدث في القضايا الأخلاقية ماذا قال؟ قال يجب أن لا نحكم على الناس إلا ذمن ثقافتهم الخاصة يعني عندما تحدث عن أحد رؤساء أمريكا وتحدث عن داروين أيضا لهم أقوال عنصورية شديدة جدا قال لابد لحظة التناقض الكهير جدا عند داكز قال لابد أن نزمن الأخلاق ونحكم عليها ذمن بيئتها لكنه عندما يتحدث بالقضايا الأخلاقية لا يفعل ذلك في زماننا يقطع أن الأخلاق الإسلامية وأخلاق النصرانية في عدد من جوانبها مدانة زمانه الآن فيا داكز لم نفهم مذهبك هل أنت على مذهب الأخلاق الموضوعية فتدين أخلاق اليوم والبارحة والغد أم أنت إنسان نسبوي في الأخلاق عندما تقرأ داكز في الأخلاق تنتهي أنك لم تفهم ما الذي يتبنى داكز وأعتقد أن داكز نفسه لم يفهم ما الذي يتبنى ظهر عندنا دوانكنز دوانكنز واحد نعم دوانكنز أنه صراع بين تلك الفطرة الثابتة في نفسه وبين محاولته أن يتحدث من داخل المنظومة المادية للحديد وهذا ما يقوله علم النفس عندما يصطدم الإنسان مع مسلمات داخلية فمهما ابتعد واحتال على نفسه فيعود إليها من حيث لا يدري نعم هذا ظهر حتى داكز عنده خصومات بين كتبه ومحاضراته ومناظراته تجد أحيانا مثلا عندما تحدث في قضية الاغتصاب له مقطع معروف جدا سأله أحد الأشخاص قال له يعني الإنسان ما هو الفرق بين الاغتصاب أخلاقيا وأن يكون لك إصبع سادس قال تطوريا هي مجرد عملية مادية عشبئية وصلت لهذا الأمر لم يكن أن تدين لكن عندما تحدث بعد إصدار كتابه وناقف هذا الشاب الكوسميك سكابتك قال له لا لا هناك فارق هناك فارق بين الاغتصاب أنه مؤدي وأن يكون لك إصبع سادس مسألة أخرى بيولوجية هو نفسه لم يستقر على تصور في قضية مركزية في إطرحته لذلك دكتور أي واحد يركز حتى ليكون من الشباب يستطيع أن يكتشف في تناقضات داوكنز ولعل الكتاب الذي قدمت له وطبع في مركز دلائل للشاب الذي انتقد داوكنز وتناقضاته في قراءة حرة مستقلة لفيديوهاته وبعض كتبه نعم وانا حتى يعني بحارث بعض الشباب المهتمين بالرسائل الماجسيين والدكتوراه ممن يكتبون في الإلحاد الجديد أن يتناول هذه المسألة هذه المسألة بذاتها المسألة الأخلاقية عند داوكنز والمسألة الأخلاقية عند الإلحاد الجديد والمسألة الأخلاقية عند الماديين عموما تحتاج إلى بحث ودراسة وهي مدخل هام جدا في محاورة ومناظرة الملاحدة لا نكتفي بالجانب العلمي البحث ربما هذا الجانب لا يمس صميم الإنسان لكن عندما تتحدث في القضايا الأخلاقية التي تمس الفرد والمجموعة والجماعة وتمس المرأة والرجل والطفل وغير ذلك حقيقة نعتقد أنها مؤثرة جدا في نقض الأطروح الإلحادية ومعروف اليوم أن كثير من الرموز الذين يتحدثون في الإيمان والإلحاد عامتهم مثلا ولم لين كريك وغيره يقولون البرهان الأخلاقي في مواجهة الإلحاد هو أقوى البرهين اليوم باعتباره واضح وقوي في إدانته هذا الانحراف عن أصل خلقة الإنسان وأن الإنسان مهما جادل في هذا الأمر سيضطر ضرورة إلى أن يقر أنه عاجز عن التزام لوازم الإلحاد المادي حتى بيرتراند راسل وعالم منطق شهير جدا وفيلسوف يقول أنا عاجز أن ألتزم هذه المادية الصرفة وسأجد نفسي ضرورة أدين المسائل الأخلاقية بنظرة موضوعية دكتور سامي نحن أجبنا عن السؤال الثاني لداوكنز الذي طرحه في كتابي حول المسألة الأخلاقية أجبنا عن سؤال كيف نميز بين الخير والشر ولكن نريد أن نعود إلى سؤاله الأهم والأول ألا وهو هل نحتاج الله لكي نكون أخيارا؟ هذا السؤال الممكن أن يفهم على وجه الممكن أن يفهم على وجه هل نحتاج الله لتأسيس الأخلاق؟ إذا كان الكون بلا إله وكان مادة وطاقة هل بمن الممكن أن نهتدي إلى الأخلاق؟ هذا وجه آخر بس الوجه الذي يقصده هنا هو إذا كانت يقول إذا نظرنا إلى الأديان السماوية والوضعية وغيرها سنجد أنها تتفق عامة في مقولاتها الأخلاقين وهذا دال على أن العقل بإمكانه أن يهتدي الأخلاق وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى الدين ليهدينا إلى الأخلاق وجواب ذلك هو أن نقول إن هذه الأديان السماوية والوضعية السماوية الأصلة السماوية وضم حرفة بسلطة الإسلام أو الأديان الوضعية هي اتفقت لماذا؟ اتفقت ليس لأن العقل بذاته قادر إنما بالأساس أن الإنسان مخلوق على هذه الفطرة أن الله سبحانه وتعالى ألهمه التمييزة بين الخير والشر لاحظون الفرق بين دوكنز وعباد الأوثان في جزيرة العربية في القرن السبع ميلادي دوكنز فهم من هذا الأمر شيء غريب جدا وهو أننا إذا كان بإمكاننا أن نهتدي إلى عامة المساء الأخلاقية فلسنا بحاجة إلى الدين عباد الأوثان في جزيرة العربية لاحظوا أن المنظومة الأخلاقية الإسلامية دالتنا على صدق النبوة فهي معيار يحدد لنا طريق الحق والخير الشر الذي يقود إلى الانحراف والخير الذي يقود إلى الاستقامة فهو قد وضع مقدمة انتهى فيها إلى نقض الدين وجاهلون العرب وضعوا هذه المقدمة للتمييز بين الدين الحق والدين الباطل ماذا نقول في أمر الأخلاق وعلاقتها بالدين أي الوحي نقول ببساطة هل العقل قادر بوحده أن يحدد الحسنة والقبيح يقول الشيخ السلام التامية يميز بين الدرجات في هذه المسألة يقول أن ربما في عامة المسائل العقل قادر على أن يهتدي إلى ما قرره الشرع فيكون هناك توافق بين العقل والشرع في الاهتداء إلى أمور التقبيح والتحسين وهذا في عامة المسائل هناك أمور بعض الأمور الأخرى ننتظر فيها حكم الشرع للتقبيح والتحسين العقل عاجز على أن يصل إلى هذه المسائل وهناك أمور أخرى أمر التقبيح والتحسين لا يقصد به توجيه الإنسان إلى التزام طريق من اثنين وإنما يقصد به فقط الاختبار يأتي مثلا أمر الرب سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح ابنه هذا ما قصد به في الحقيقة أن يذبح إبراهيم وابنه وهذه مسألة تعرض إليها بصورة تشنيعية داكنز في حديثه عن القرآن والكتاب المقدس في أمر إبراهيم عليه السلام هذا الأمر الإلهي كان يقصد به فقط الاختبار فالمسألة الأخلاقية فيها تفصيل عندنا هناك مسائل يهتدي إليها العقل لأنه إنسان مفطول على هذا الاتجاه كقتل الأبرياء وسفك الدماء المعصومة وغير ذلك وإبساده في الأرض وهناك مسائل يعجز عنها العقل حتى يهتدي وهي التي تدل في الحقيقة على الدين الحق ودين الباطل وهناك مسائل أخلاقية لم يقصد بها إلا اختبار الإنسان هل يطيع أم يدبر عن الطاعة دكتور وإنت تعرف أن المدرسة الإسلامية يعني بذلت جهدا عقليا عميقا في قضية ما هو الخير وما هو الشر وكيف يتم التحسين والتقبيح والتقسيمات في كتب وصول الفقه في كتب المتكلمين في كتب العلماء الأثر نعم هذا نعم موضوع مثري جدا نعم نعم دكتور ألا ترى أن هذا الذي يطرحه داوكنز عجز عن مفهوم ثبات الأخلاق وأن الحضارة المادية اليوم فرضت نفسها بأن جعلت من الأخلاق ونحن نتكلم عن الإلحاد بدوائره الواسعة جعلت من الأخلاق قضية نسبية قضية مرحلية قضية شخصية وتحولت إلى أخلاقيات رفع الأصابع الإجرائية برلمان يصوت مثليين برلمان يصوت جمعية تبادل الزوجات برلمان يصوت وهكذا وبدأ حتى فلاسفة يشرعنون العلاقة مع البهائم المحرمة إذن كون لا هناك ليس هناك دين ولا ثوابت إذن كل شيء مستباح نعم هو الجانب النسبية الأخلاقية في الغرب جانب واسع جدا لكن بيتر بيرغل العالم الاجتماع الشهير قال في أحد كتبه كلمة غريبة جدا قال إن الإنسان الغربي نسبي في كل شيء إلا فيما يتعلق بالإسلام حدي صارم عنده موضعية أخلاقية عنده رغبة في الإدانة المطلقة اللازمنية هو يدين الفعلة والتشريع الإسلامي اليوم والبارحة وغدا هناك حالة اضطراب في تحديد الثابت القيامي والثابت الأخلاقي في المنظومة الغربية عامة ولعل هذا الذي جعل الكاتب المسرح الكبير اللي حكم تيكسلوفاكيا على مرحلتين في لا كلاب هذل يقول هذه العبارة الجديدة إننا نعيش في أول حضارة ملحدة وليس فلسفة ملحدة ولا شخص ملحد ولا منظومة إذنولوجية ملحدة دكتور أخيرا ما هي أكبر مشكلة في الاعتراض على الأخلاق عند داوكنز تركيزها كذا هي يعني أكبر مشكلة وأغرب مشكلة أخلاقية عند داوكنز هي أن داوكنز في نقاشه للأخلاق يقدم لنا أشهر تقريبا وأقوى برهان للإيمان بالله سبحانه وتعالى كيف ذلك هناك ما يسمى بالبرهان الأخلاقي moral argument هو على غير الصورة التي تترحها إيمانوال كانت يعني صورته عملية وليس يعني في جانب التنظيري الآن الصورة الأخلاقية أو البرهان الأخلاقي في صورته يعني السائدة اليوم تقول أولا إذا لم يكن هناك هو الإله فلا توجد أخلاق موضوعية وهذا اعترف به سارتل وراسل وأئمة الإلحاد في القرن 19 والعشرين والواحد والعشرين يعترفون في غيابة الأخلاق الموزمة للجميع أنا أميز بين الأخلاق الموضوعية والأخلاق الشخصية بمثال بسيط هو بوجه بسيط يعني أن إذا قلنا بالأخلاق الموضوعية فأنا أملك إدانة غيري إذا قلت بالأخلاق الشخصية فأنا أملك إدانة غيري يعني تبسيط المسألة هنا لأن الأخلاق الموضوعية هي المنزل من الجميع المنزل من الجميع إذن البرهان الأخلاقي يقول أولا إذا لم يكن هناك إله فلا توجد أخلاق موضوعية وهذا أيضا يصرح به داركنس في كتابه The God of Lotion وهم الإله يقول لا يمكن تأسيس الأخلاق إلا على سلس الدين النقطة الثانية المقدمة الثانية تقول الأخلاق الموضوعية موجودة داكس يقرب المقدمة الأولى ويقرب المقدمة الثانية ضمنا لأنه يؤسس إدانته للإسلام والنصرانية والأديان عامة على أساس الأخلاق الموضوعية الملزمة للجميع في قضية حقوق المرأة في قضية حقوق الطفل في قضية الجهاد في كل هذه المسائل هو يدين على أساس أن علينا أن نلتزم هذه الضوابط الأخلاقية فهو إذن يقرب المقدمة الثانية المقدمة الثالثة إذن الإله موجود هذا البرهان الأخلاقي ننتهي إليه ضرورة بعد قراءة كتاب إمام ملاحظة العصر الذي يؤكد لنا من خلال أطرحته الأخلاقية وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى دكتور سامي عمري شكرا لك شكرا لك شكرا لك